حدثنا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي قال حدثنا موسى بن عروة عن أم خالد بنت خالد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر حدثنا أبو النظر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها إياها ثم قال لها مرتين أبلي وأخلقي وجعل ينظروا إلى عالمين في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد وسناه في كلام الحبش الحسن حثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة سمع أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره ها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر ترجمة نانسي قنقر